ستون امرأة كويتية تم اعدادهن لتمكنهن في المجتمع من خلال برنامج اعداد القيادات الوطنية من السيدات والذي يعد باكورة تعاون بين الامان العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائية تعزيز دور المرأة وتعزيز ودعم تنمية دور المرأة في المجتمع سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لتحقيق بند من بنود التنمية المستدامة وهو بند تمييز ضد المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة هذا البرنامج يعد خطوة ايجابية في رسم ملامح لمستقبل يقوم على اعلاء دور المرأة ومساهماتها الفعالة في رفع مؤشرات التنمية وتمكينها من احراز اهداف ملموسة على كافة الاصعدة فخورة بهذا الكم عدد ستين من الكويتيات القادرات على ان يصلوا الى هذه المناصب في دورة اشكر فيها وشكر متواصل لاختي ام محمد معالي الوزيرة هند الصبيح والدكتورة لبنى القاضي على جهود غير عادية وصلونا الى ان اليوم نشوف كوكبة تقدر تجهز ونقدر يكون عندنا في البرلمان مو بس نائب وحده امرأة اكثر من وحده تمكين المرأة يحفز الانتاجية والنمو في مجتمعاتنا ويحقق تموحاتهن في خدمة المجتمع من اي موقع والمشاركة في صنع القرار على 12% فقط تواجدهم في القطاع الحكومي هو ليست المرأة فقط او الرجل فقط الكل يحتاج الى تأهيل قيادي وتأهيل اداري يعني لا يوجد قيادي يدعي انه هو يستطيع ان يلم بجميع مفاهيم القيادة ومدارس القيادة يعني وايضا المتحدث اللي قاية تكلم انا الان اتعلم وهذا الامر يعتبر نوع من التطوير المهني السيدات اللي تقدموا هم سيدات لديهم خبرات ولكن التشبيك اللي يصير بانهم يرون غيرهم من السيدات يصير نوع من تبادل الخبرات يصير في زيادة في المعرفة والمعلومات ها هم نساء الكويت تم تخرجهن من هذه الدورة ليساهمن في تنفيذ خطة التنمية الوطنية من خلال تخريج جيل جديد قادر على تحمل المسئولية مروم خرم تلفزيون دولة الكويت